نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024 وأشدد المركز على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعددي لعام الدراسي 2023-2024 كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير وأوضح المركز أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد تنقصم إلى اختباري شهر والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي